يبدو أنه لم يعد لإيران وسيلة لتجنب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عليها سوى العراق الذي يقع تحت وطأة هيبنتها سياسيا وعسكريا صحيفة نيويورك تايمز قالت أن هذه الهيمنة لم تقف عند الوضع السياسي والعسكري فحسب وإنما امتدت نحو الوضع الاقتصادي لسيما بعد أن كبرت الفوائد الاقتصادية التي تجنيها طهران من بغداد من خلال معظم القطاعات تقريبا وما إن دخلت العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ حتى بدأت شركات مرتبطة بإيران بعمليات شراء كميات كبيرة من الدولر من محال الصرافة في بغداد وبدعم من أحزاب وفصائل مسلحة ضمن ميليشيات الحشد فبعد أن أوقف البنك المركزي العراقي كافة التعاملات المصرفية بالدولر مع المصارف ومكاتب الحوالات الخارجية الإيرانية بسبب عقوبات ترامب على طهران رصدت مصادر أمنية عمليات شراء الدولر من مكاتب الصرافة وشركات المالية المرقصة في بغداد والمحافظات من قبل جهات مختلفة المصادر أكدت أن ما تم جمعه حتى الآن لا يقل عن 400 مليون دولار سحبت من سوق التداول اليومي منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى الآن الأمر الذي يبرر المخاوف من انهيار الدينار العراقي بسبب عمليات السحب المستمرة أما شركات الصرافة فقد أكدت أن جهات سياسية وأخرى تابعة لميليشيا الحشد تشتري دولار ولا أحد يستطيع رفض التعامل معها مشيرة إلى أن زيادة عمليات الشراء ستؤدي إلى نقص الدولار في السوق وبالتالي تؤثر سلبا على الدينار وقد ينهار إلى مستويات قد تصل إلى 1300 دينار للدولار الواحد عضو غرف تجارة العراقية في بغداد أنس الدليمي أفاد بأن العراق يتعامل مع إيران عبر منظومة تجار كبار لهم علاقات مع صناع القرار في البلاد وأي حديث عن إيقاف العراق التعامل عبر الحوالات بالدولار غير صحيح فالشركات ما زالت تتعامل بينها طواعية وأخرى مكرهة ما يحدث في السوق العراقية الآن كان متوقعا فإن لم تسحب إيران الدولار من العراق عبر شركات الصرافة ومزاد البنك المركزي فستسحبه بالطريقة التقليدية عبر الحدود المشتركة والمفتوحة بين البلدين والتي تمتد لألف وثلاثمائة كيلو متر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة